مساء الخير تفاصيل جديدة في قضية شايماء جمال اعترافات المستشار ايمن حجاك في التحقيقات قتلها علشان كانت بتلحى علي اعلن جوازهم واثبتت التحقيقات ان الدافع الاكبر وراء جريمة القتل انها كانت بتصور فيديوهات للعلاقة ما بينهم من غير ما هو ما يعرف وكانت بتهدده بالتسجيلات لو ماعلنش جوازهم هتطلع الفيديوهات دي لمراته واهله والشغله وطلبت منه 3 مليون جنيه كانت بتبتزه وانها تطلق منه من غير مشاكل استقطر المبلغ ده عليها وفكر في قتلها راح اتفق مع شريكو اللي ساعده في الجريمة انه هيددله 360 الف جنيه مقابل انه هو يساعده في الجريمة واتفقوا مع بعض على كم طريقة لقتلها الاولى ان حد يغبطها بالعربية بسرعة جنونية والتانية بطلق ناري بس هو في الاخر استبعد الطريقتين وبعدها اتفقوا مع بعض على طريقة لاستدرجها لمزرعه هو كان مأجرها في تاريخ 22 يونيو انا مأجر لك مزرعة تعالي عشان تشوفيها معايا واخدها وراحوا المزرعة وصديقه وشريكو كان في الجريمة كان منتظره هناك اول ما راحوا اتفقوا مع بعض على كلمة سر انهم يبتدوا الجريمة بتاعتهم واول ما جات اللحزة المستشار ضربها على راسها ثلاث خبطات بضهر الطبنجة عشان تفكوا توازنها ويعرف يسيطر عليها وكتفوا اوديها ورجليها علشان ما تقومش معاهم وبعد ما توفق خدوها وايادوها بالجنازير علشان يشدوها منها علشان يرموها في الحفرة اللهم ما كانوا مجهزينها يداروا يتحكموا فيها ويشدوها وردموا عليها مادة حرقة علشان يخفي معالم الجثة ومحدش يقدر يتعرف عليها بعد فترة من الحادث الموضوع ابتدى يتعرف راح صديقه اللي كان معاه في الجريمة ومشارك معاه في الجريمة راح يعطرف ان في جريمة حصلت وعلى اساس ان هو شاهد شاهد في القضية بس هو في الحقيقة كان شريك في الجريمة رحم الله شايماء جمال لو عجبكم الويديو ما تنسوش اللايك للشراك في القناة تفعيل جرس التنبيهات مع السلامة